سقطات وأزمات لأحمد حسن وزينب أبرزها لقطات خاصة جدا ومفاجأة بشأن فيديو الوفاء سقطات وأزمات عدة كان بطلها اليوتيوبر المثير للجدل أحمد حسن وزوجته زينب والتي كان أحدثها فيديو ظهر فيه الثنائي بعد وفاة والد زينب كانت البداية عندما نشر أحمد حسن الفيديو عبر قناته ليتعرض لموجة حدة من الانتقادات ووصل إلى السب والقثة وتهم النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحمد حسن وزينب بأن الفيديو يتنافى مع كافة التقاليد والقواعد والعادات والأصول المصرية موضحين أنه استغل لحظات ضعف زوجته زينب وحزنها على والدها الراحل منذ أيام في تصوير مقطع فيديو جديد لها وفي أول تعليق له على الفيديو كشف أحمد حسن مفاجاة عن الفيديو حيث قال إنه لم يخطط لكل ما تطرق إليه النشطاء مشيرا إلا أن زوجته كانت عائدة لتويها من منزل أمها وأضاف أحمد حسن أن الهدف من الفيديو هو الدعاء لوالد زينب بالرحمة وليس نشر فيديو لحياتهم اليومية كما أشيع وبالرغم من دفاع وتبرير أحمد حسن إلى أنه تعرض للانتقادات للمرة الثانية بل ووصفوه بألفاظ نابية بسبب إصراره على ظهور زوجته في مثل هذه الحالة أزمة أحمد حسن وزينب لم تكن الوحيدة فحياتهما على مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالسقطات حمام السباحة نشر أحمد حسن وزوجته زينب مقطع فيديو استعرض من خلاله رحلتهم إلى دبي حيث يظهران سويا داخل حمام سباحة وحمل الفيديو المنشور عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب اسم أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض لحظات رومانسية وأثار ظهور الثناء في شكل غير لائق في حمام السباحة الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي استغلال طفلتهما وصل أحمد حسن وزوجته زينب باستغلال طفلتهما الرضيع إيلين بين حين والآخر خلال مقاطع فيديوهاتهم على قناتهم الخاصة عبر يوتيوب على الرغم من موجات السخط ضدهما لظهور رضيعتهما أمام الكاميرات والبلاغات المقدمة ضدهما شارك الزوجان بمقطع فيديو يرصد لحظات استحمام ابنتهما وظهرة الرضيع وملامح الخوف على وجهها طيلة تصوير المقطع ثم قاموا بتجريدها من ملابسها ووضعها بحوض الاستحمام وسط الصابون والماء على السرير ومن أحد المواقف المحرجة والأزمات التي قام بها أحمد حسن وزوجته نشروا مقطع فيديو له ولزوجته على السرير من شهر العسل وتسبب الفيديو في موجة حدة من الانتقادات متهمين أحمد حسن باستغلال زوجته لجمع أموال على قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من السقطات التي قام بها أحمد حسن وزينب نشر على قناته بموقع يوتيوب بأنه تزوج على زينب إلا أن عندما يشاهد المتابعون الفيديو يكتشف أنه مجرد مقلب ضبره حسن في زوجته زينب ولكن سبق ونشر على حسابه على انستجرام صورا ولقطات قبل إعلان أنه مقلب وهو معروسه الجديدة وكتب في تعليقه على الصور الحمد لله ربنا يخليك إلي واللهم بارك لنا وارزقنا بالذرية الصالحة ترجمة نانسي قنقر